أنا الحقيقة تفاجأت جداً عندما بحثت عن آيات الرزق في القرآن وجدت أن الرزق بمشتقاته تكرر 123 مرة في القرآن الكريم عندما قرأت هذه الآيات وتدبرتها جيداً كانت مفاجأة لا توجد ولا آية واحدة تربط الرزق بالجهد أو العمل أو السعي أبداً بل جميع الآيات تجعل الرزق بيد الله وبمشيئة الله وتربطه بأشياء نظر ليس لها علاقة مثل التقوى مثلاً وسوف نرى من خلال هذه الآيات أنك إذا غيرت نظرتك لنظرة قرآنية باتجاه الرزق سترتاح جداً ستتخلص من الحسد والضيق والهم والاكتئاب وسوف تصبح أغنى الناس وسوف يأتيك الرزق أيضاً الحقيقة أنا قرأت الكثير من الآيات أيها الأحبة في القرآن الكريم آيات الرزق المئة وثلاثة وعشرين مرة التي ورد فيها الرزق حقيقة يعني مثلاً الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من الذي يبسط الله فالرزق هنا يرتبط بمشيئة الله هو فقط سبحانه وتعالى ليس هناك أي مشيئة للبشر في الرزق في كل القرآن وسنقرأ الكثير من الآيات مثلاً في قصة قارون الذي آتاه الله كنوزاً كثيراً وخسف الله به الأرض لأنه استكبر ولم يرد النعمة إلى الله افتخر بنفسه قال إنما أوتيته على علم عندي عندما خسف الله به الأرض قال الذين تمنوا مكانه بالأمس ماذا قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أنمن الله علينا لخسف بنا وفي رواية لخسف بنا كيف عبر هؤلاء عن هذا الموقف ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء هو إذن الرزق بمشيئة الله وليس بمشيئة فلان لماذا أخي الحبيب؟ لأن الرزق الحقيقي هو ما يحدث في حياتك البركة والسعادة والطمأننة ما الفائدة من مليارات تكسبها وتتحول لعبد حارس عليها ثم تتركها وتمضي إلى عذاب أليم والعياذ بالله ما الفائدة أن تمرض وتتعب وتكون شقياً وحياة عيسى في سبيل جمع المال ثم تترك هذا المال لا تستفيد منه شيئاً إذن الغنى هنا أو الرزق الحقيقي هو ما تستفيد منه فعلياً هنا أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول فبتغوا عند الله الرزق إذن أنا إذا أردت أن أطلب أطلب الرزق من الله ليس من فلان ولا فلان ولا فلان لأن هؤلاء أسباب فقط الذين نراهم أمامنا هم أسباب هم مخلوقات المسبب والقادر والقوي والذي يشاء هو الله سبحانه وتعالى طيب الله تعالى يقول وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى رِزْقُ مَنْ رَبِّكَ طيب ماذا للبشر لا شيء وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم إذن من الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى هذه الآية الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من الذي يرزق الله من اللطيف الله من الذي يشاء الله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إذن النتيجة التي نصل إليها في هذا اللقاء أيها الأحبة أن الرزق بيد الله بمشيئة الله وهناك عوامل يمكن أن تؤثر ليس منها العمل وليس منها الجهد لأنه لو كان العمل هو الذي يرزق والذي يكثر الرزق لكان العامل البسيط الذي يتعب عشرين ساعة كل يوم كان أغنى من ذلك الذي يجلس ولا يعمل شيئا فقط بأفكار بسيطة يجمع المليارات إذن الرزق لا يرتبط بالعمل أبدا أيها الأحبة يرتبط بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذن الرزق ارتبط أيضا بالتقوى بالخوف من الله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم إذن هنا الخطاب موجه لبني إسرائيل لم يقل لهم كلوا من طيبات ما عملتم لا قال ما رزقناهم إذن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى مثلا سيدنا عيسى يقول وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا أنت يا رب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد الله عز وجل دائما يرد الرزق له هو سبحانه وتعالى هذا السر أخي الحبيب إذا تعرفت عليه واقتنعت به الآن صدقني ستكون أغنى الناس لأن الغنى الحقيقي هو إحساس بالدرجة الأولى يعني إنسان لديه مليار وإنسان ليس لديه شيء كلاهما يشرب الماء كلاهما يأكل نفس الكمية من الطعام بينما نجد إنسان فقير مثلا يتمتع بالقليل وإنسان غني حرم نفسه من الكثرة وبالتالي كما قلت لك الغنى هو إحساس السعادة بالنتيجة هي إحساس كثير من أصحاب الأموال ينتحرون ملياردير ألماني خسرة سروته كانت بحدود 20 مليار أصبحت 10 مليار يعني خسر النصف فانتحر لم يتحمل عقله إذن هذا عبارة مثل إنسان آلي عبارة عن أرقام لما نقص الرقم لم يتحمل وهذا دليل أنه كان يعاني من اكتئاب شديد إذن المال أخي الحبيب ليس هو الرزق الرزق الحقيقي هو ما تتمتع به فعليا ما يشعرك بالسعادة وما يطمئن به قلبك الآن أنا لدي آية كريمة هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ اقرأوا المية وثلاثة وعشرين مرة التي ورد فيها الرزق صدقوني لن تجدوا آية تقول من يعمل أكثر يرزق أكثر أو من يبذل جهدا أكبر يرزق أكثر أو من يفكر ويخطط أكثر يكسب أكثر لا أحبتي في الله الرزق مرتبط بمشيئة الله مرتبط بالتقوى ومرتبط بالعمل الصالح ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الأمر أحبتي في الله ضروري جدا أن تغير نظرتك تبني نظرتك للحياة على أساس القرآن العلماء يقولون في دراسة علمية حديثة إن نظرتك للحياة تحدد نظام المناعة تحدد مقاومة جسدك للأمراض تحدد مدى سعادتك في الدنيا نظرتك للحياة النظرة الإيجابية تطيل العمر أحد الصالحين عاش أكثر من مئة سنة وعندما سئل عن سر شبابه في هذا العمر قال علمت أن رزقي لا يأخذه أحد غير فطمأن قلبي الفائدة الأولى لهذه النظرة الإيجابية للرزق أو النظرة القرآنية للرزق أولا ستتخلص من الحقد والضغينة وكراهية الناس لأنك طالما أنك تنظر إلى الرزق لديهم وتتحسر على نفسك تشعر بالضيق والحقد شيء ثاني تتخلص من الحسد متى يتخلص الإنسان من الحسد عندما يشعر أنه أغنى الناس متى تشعر أنك أغنى الناس عندما تشعر بقيمة النعمة التي وهبها الله لك عندما تشعر بهذه الآية الكريمة ورزق ربك خير وأبقى رزق الله يبقى بعد الموت يبقى إلى خالدين فيها أبدا بينما هذا الرزق سنتركه هنا الرزق الدنيوي ونغادر من فوائد النظرة القرآنية للرزق هذه أنك إذا ربطت دماغك بالتقوى نظرت إلى الرزق على أنه يأتي بمشيئة لا تتخلص من الخوف من المستقبل أنا عندما أعتقد أن رزقي لن يأخذه أحد غيره ولو هربت من الرزق سيأتيني الرزق حتى لو فررت من الرزق كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم لو هرب أحدكم رزقي لأدركه كما يدركه الموت هل تستطيع أن تهرب من الموت كذلك لا تستطيع أن تهرب من الرزق هذه النظرة أخي الحبيب رائعة جدا تريحني يعني أنا شخصيا أرتاح لا أفكر بالمستقبل ماذا سيحدث بعد سنة بعد سنتين تحدث حروب مجاعات يحدث أي شيء مرض رزقك ثابت ومكتوب ومقدر عليك قبل أن يخلقك الله سبحانه قبل أن تخرج إلى الدنيا وبالتالي هذه النظرة تشعرك بالسعادة تشعرك بالطمأنينة وتجعلك كريما النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهذا أمر طبيعي لأنه كان قرآنا يمشي على الأرض هو فهم هذه الآيات جيدا لذلك لم يكن يطمع بما عند الناس كان يطمع بما عند الله إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا يرغب بما عند الله الطمع يكون أخي الحبيب برزق الله وليس بما عند الناس لأن هذا الرزق أو المال عند فلان قد يكون سببا في فتنته سببا في مرضه سببا في انحرافي ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا؟ لبغوا في الأرض بالفعل المال يفسد الإنسان غالبا غالبا إلا ما رحم ربي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يعيننا على العمل فيه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر